موسيقى من الرياضي الكبار لسجل التاريخ ديالهم في كرة القدم المغربية أو في الرياضات أخرى قبل أن نتحدث عن فريق الويداد البيضاوي الرياضي الذي هو النوات يمكننا النالجة إلى بعض الفرق التي كانت في عدي الحماية مثلا كان فريق المغرب البتازي وكان من اللاعبين ديالهم المرحوم محمد بابا الدولي المغربي ولاعب نسبة الشباب البيضاوي كذلك كان البوحة والبوسبير القديم كان كذلك فريق السلام البوسبيري كان الكثير من اللاعبين منهم شعب ماي من اللاعبين من اللاعبين من اللاعبين وكبر لعبوك وراء معهم بعد تحقب الويداد كذلك منوديات بوطويل منوديات بوطويل كانت من اللاعبين من درب حمان ومنهم ومنهم عناصر ضبط ميلادي لتحقب 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 من اللاعبين الكبار وهو شعب الزيت رحمه الله الملقب كبير البوعزاوي هذا الرجل الذي كان قد قضى جزء كبير من حياته في كرة القدم ثم للأسف الشديد لا تحقب وحق الناصر الفريق الآخر الذي كان في المدينة القديمة هو فريق النصر وهذا الفريق كان في عرص الزرقتوني الناس في المدينة القديمة داخل الصور كذلك طلاعبين كبار منهم محمد الخالفي ويداد رحمه الله وغيرهم كذلك يمكننا أن نلاحظ أن بوسبير القديم بالضبط وضرب الطاليان وهو كذلك عنده فريق إسماعيلية ضرب الطاليان كان ينتج العربية من مبارك اللعب في ديار ومن بعد اللعب في في يوسين منتقل كذلك إلى فريق ستاد فرانسي ثم إلى فريق أتليتيكود مادريد وغيرهم من الفرق أخرى بالاتحاد بالعب بس ومن فتح ريباتي المدينة القديمة أعطات كثير كثير من اللاعبين ومنهم الذين وجدوا كأركان لفريق الويداد الرياضي البيضاوي المقاوم هذا الفريق الذي تأسسه تأسسه سنة 1937 كفريق يجمع جميع الألعاب المؤسسين كين المرحوم الأب جيغو بالحسن العفاني الروداني تونسي رحمه الله وكذلك محمد بن جلون تويمي شوكولاتة رحمه الله هذا الرجل هذا اللي اعطى كل شيء للفريق الويداد الرياضي المقاومة المغربية ضد الاستعمال الفرنسي البيرجيغو كان لا يبرح أي لحظاتين في الذهاب إلى أبو سبيل المقديم لحتى الشباب أنداك على المقاومة بالرياضة وفي هذا المجال استقطاب عبد السلام عاطف رحمه الله عبد السلام واستقطاب كبور رحمه الله واستقطاب بسلم رحمه الله وغيرهم اللاعبين الكبار فأسس فريق الويداد البيضاوي الذي كان نواة للمقاومة المغربية وبالتالي هذا الفريق أدهش الفرنسيين والاحتلال الفرنسي أمام الفريق الاستعماري وكان ينتصر عليه في كل اللحظاتين حتى أن الحماية أصدرت قانون بإيقاف وتوقيف أو اعتقال بعض اللاعبين مثل عبد السلام مثلا من اللاعبين الويدادين التي تميزوا أنداك منهم عبد المحجوب عبد النبي كبور عبد السلام عاطف شتوكي بالحسن عبد الحق من شقرون جامو تأخيرا ثم كذلك العربي الخطابي ثم كذلك العسيلة عبد الرحمن الزهر الكبير وعود الآخر عبد الله أخوه الزهر وغيرهم هذه الناس هذه اللاعب الذي كان قد غادر إلى فرنسا هو الزهر لأن الويداد أعطت الكثير من اللاعبين ذلك للعب خارج المغربة خاصة في فرنسا منهم عبد السلام يعاب في بوردو منهم عبد الحمد بن حزوب منهم الكثير من اللاعبين البطاش إلى أخيره هذا نبدأ بسيطة على فريق الويداد البيضاوي لكن لا ينسى أن هذا الفريق كان يلعب في الملعب وكأنه يقاوم المستعمر مستعمر كان يتجلى في اليسام وحتى جماهير المغربية البيضاوية التي كانت كجيل تيران كانت تهتيف بالاستقلال والويداد لعبة وكان عبد السلام هذا الرجل العظيم رحمه الله كان من أبرز هذه اللاعبين نحن نطرف من التراز الرافع حتى فرنسا من كانت العامة المتخاب كان مكبغيش أعطي التحية السلام للنشيد الوطني الفرنسي لأن الحماية أخذت محمد الخامي صلى الله عليه وسلم ونفته خارج البلد ولهذا كان من الأسباب التي يطرد أسباب التي جعلته يطرد من فرنسا يوعد إلى المغرب فاز الويداد بعدة ألقاب أنا داك وخصوصا لقاب كأس الشمال إفريقيا سنة 1949 الويداد في عهد الاستقلال لعب أول كأس عرش ضد مولودية وجدان هذا ما بطبيعة الحال ولكن بعد أشواط إضافية وكان كان لعبوه قد أتقنوا اللعبة وكانوا من أكبر ما أعطوه للمتفرج المغربي ذلك في ذلك الوقت هو أنهم كانوا يمثلون بحق المقاومة المقاومة المغربية للإحتلال الفرنسي هذا ما يمكن أن يقال في هذه اللحظة لأن الوقت بطبيعة الحال لا يمكننا أن نضيف عليه أكثر إذا تحدثنا الويداد يجب أن نضع ساعات أمامنا للحديث عن هذا التاريخ العظيم يبقى تبقى الإشارة إلى أن الويداد للعلم تأسست سنة 1937 كفريق لكرة السلة وفي 38 كفريق في 37 كفريق للاستباعة في 38 كفريق لكرة السلة سعود و30 كفريق لكرة القدم فصار يجمع جميع الرياضات ولهذا لقب بفريق الويداد الرياضي لأن الرياضي بمعنى أن يمتل جميع المغاربة بقاطبة ضد الاستعمار والاحتلال الفرنسي للمغرب